أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن مستقبل الطاقة في مصر يكمن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة مؤكدا إدخال أكبر قدر ممكن منها على الشبكة الكهربائية وتوطين الصناعات التي ترتبط بها سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المولدة من الرياح وخلال اجتماع عقده لبحث مجالات التعاون المشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة بين مصر والإمارات بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات سلطان الجابر أكد مدولي على العلاقات السياسية التي تربط القيادة السياسية في البلدين والتعاون المستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وأشار مدولي إلى أنه يجري العمل على إدخال أربعة جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتبارا من الصيف المقبل من جانبه أكد الجابر أن بلاده تولي اهتماما خاصا بكل ما يخص مصر وذلك في ضوء توجهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان